عظيم جداً هنا هنتقل لأميرة مسألة التعددية الحزبية أميرة إلى أي مدى أو إزاي أقدر أخلق مناخ سياسي أكثر خصوبة لتعددية حزبية أيمة على الايديولوجيا وأيمة على البرامج مش على الأعداد زي ما أتكلم مقلد طيب يعني هو بدء دي بدء طبعاً لو إحنا قلنا وبنقيم إحنا فين النهاردة من حالة التعددية الحزبية الحقيقية أنا شايفة أنه لا إحنا لسه قدامنا مسافة طويلة علشان نمشيها في هذا الصدد وفي هذا الإطار ليه؟ لأنه لسه فيه مجالات كتير قوي أنا محتاجة ألاقي فيها تواصل مباشر مع الجمهور مع الشباب فيما يخص الشأن السياسي علشان كده إحنا حرصين في حملة المرشح الرئاسي فريد زهران أننا نقدم برنامج انتخابي عكف على دراسته وعكف على إخراجه عدد كبير جداً من المتخصصين في جميع المجالات برنامج يتناول المحاور الرئيسية في الاقتصاد وفي الشأن الاجتماعي وفي الشأن السياسي وأنا بدعو أي حد بيتفرج علينا النهاردة أنه هو حقيقي يجتهد أنه يقرأ البرامج الانتخابية للمرشحين لأنه مهم جداً أنه يبقى فيه وعي سياسي طب أنا ليه أختار فلان بناء على إيه؟ هو ما الذي يطرحه هو يقدمه؟ يعني الحقيقة في الكثير من الديمقراطيات اللي بيحصل أنه البرامج دي بتتم فيها مناظرات عالية المستوى ودقيقة جداً جداً علشان نقدر فعلاً ننمي وعي سياسي حقيقي وعلشان تبقى فيه أنا بميل جداً أنه يبقى فيه حاحز بياه صحي يبقى فيه أيدولوجيات واضحة وتطرح رؤى مختلفة أنا النهاردة علشان فعلاً أجي أقول لا أنا محتاج اقتصاد اجتماعي اقتصاد سوء اجتماعي أنا النهاردة السياسات الاقتصادية المتبعة لديها طرح مغاير خالص عندي رؤية مختلفة ده قايم على بالمقام الأول أيدولوجيتي المختلفة فأنا نفسي تعود السياسة للجمعات تعود السياسة للشوارع الشباب الصغير يقرأ ويثقف نفسه وينضم الأحزاب السياسية أنا أتمنى أنه قعدتي بالمناسبة ده سبب رئيسي لاشتراكنا أو وجودنا النهاردة فيه منصة مهمة جداً سياسياً زي الانتخابات الرئاسية دي فرصة واسعة للاشتباك مع عدد كبير من المواطنين رحنا محافظات كتيرة جداً اتقبلت شخصياً مع ألاف الحقيقة من الشباب الشهر اللي فات ده وتكلمنا ونقشنا إيه اللي عجبهم وإيه اللي مش عجبهم هو دي ضمانة رئيسية يمكن أحمد أشار لتجربة مهمة جداً بس إحنا في تعداد سكاني يزيد عن المية أو خمسة مليون مواطن عدد كبير منهم من مقونات هذا المجتمع مكون شاب أنا أتمنى أنه تتسع كل المضلات اللي بتعمل تثقيف سياسي حقيقي تنسيق شباب الأحزاب واحدة من أهم هذه التجارة لأن واحدة من المشكلات الرئيسية اللي عنينا منها سنين طويلة هي كمان الانغلاق جوه الرأي والتشبث الشديد بالرأي من غير ما نبص على الرأي الآخر ده ما الذي يقدمه أو أننا بنحطه في أنماط أو بنحطه في إطارات معينة ونضع عليه علامات بقى مسبقة من غير ما يبقى ده قايم على نقاش حقيقي من غير ما يبقى فيه كم من التفاعلات السياسية الجد النهاردة اللي بيتابع يمكن اللي بنحاول نعمله في كل يوم مناقشات ومناظرات بين ممثلي المرشحين المختلفين إحنا تقريبا كل يوم على عدد كبير جدا من البرامج الحوارية والبرامج الإعلامية لأنه لما أنا بقول النهاردة ده برنامجي لما أنا بقول النهاردة هذه السياسة التي تتبعى طوال السنين اللي فاتت لا هي مش السياسة السليمة لازم أكون بقدم ليها بديل وبديل دقيق ونتناقش وبالمناسبة حتى في البرلمان يعني عددنا يمكن سبع نواب إحنا أقلية مطلقة في البرلمان ويمكن حضرتك يعني زميل فاضل وجود هذا العدد رغم قلته مؤثر جدا جدا في المشهد النيابي لأنه يقدم شيء خارج ما يغرد به أغلب السرب وهكذا يعني أنه في أحزاب تانية واحدة من أهم المكتسبات اللي حصلت في الحملة بتاعتنا أنه حزب العدل شريك رئيسي لنا أنه حزب الإصلاح والتنمية شريك لنا كل هذه التفاعلات السياسية اللي بتحصل هي دي اللي بتبني مستقبل لأنه الحقيقة البنى السياسي بنى تركمي وأنا مش بقول أن النهاردة هقدر أغير شكل الحياة السياسية في مصر أو هقدر أطرح حلول سحرية ده بييجي بتطبيق ما أطرحه وأنه هو فعلا يكون فاعل وبطرح سياسة أفضل منه وهكذا وده بيبدأ باحترام الرأي الآخر بيبدأ بأنه الرأي الآخر ده يقدر يعبر عن نفسه بحرية من غير تقييد بأنه يبقى فيه ضمانات على الأرض أنه الأحزاب السياسية هي أحزاب تعمل في إطار من الدستور والقانون تستطيع أن توسع دائرة الفعل قدر المستطاع أنا مهتمة جدا أنه الشباب يرجعوا تاني يدوروا على الشأن العام بشكل حقيقي ويمكن أحداث دي أحداث غزة كاشفة للغاية أنه حتى تراتوبيات السياسة الداخلية مرتبطة تماما بالمشهد الخارجي لما بكلم نهارده على قانون دولي بكلم نهارده على موقف الدولة المصرية في إطار تعقضات المشهد الدولي ده مهم جدا أننا نرجعه لتنشيء السياسي أو مهم جدا أننا نتعاطى معاه بفهم خلفية تاريخية بفهم الخلفية السياسية والمترتب على ده في المستقبل هيكون إيه لأنه دي ضمانة حقيقية أنه تكون الدولة بتتقدم يعني في الآخر كل المصريين يهمهم إيه غير أنه تكون أفضل السياسات هي المتبعة يكون الناس راضين عن الأداء العام للسياسات دي ففي ظني وفي تأديري واحدة من أهم الحاجات اللي بتحصل للوقتي هي استخدام أي منصة انتخابية سياسيا بشكل واسع علشان ندور نقاش حول السياسات المتبعة ونقول إيه فيها سليم وإيه فيها محتاج تغيير فورا على سبيل المثال وثيقة ملكية الدولة طرح عظيم من القائمين على الموضوع بس هي هتتنفذ إمتى وهتتنفذ بأنهي أليه وبنسب عاملة إزاي والأثر الذي سترجعه في وجود استثمارات أجنبية مباشرة أو في وجود شكل مختلف لإستثمارات الدولة دي كلها حاجات لازم تقيم ولازم تفعل في إطار سريع علشان نقدر نشوف نتائج مغيرة للسياسات التي حدثت يعني القصد أنه لما حتى بيصدر عن الحكومة سياسة ما جيدة نحن نشيد بها ونطالب بتنفذها في أقرب وقت وحتى لو فيها تعديلات أو مسارات إحنا بنترح ده ده مهم ده مهم